السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصفتنا لنهار اليوم وصفة سهلة جوموند يحبوها الكبار والصغر دي كوكيز محشين بالنوتيلا وفرويساك في الفرويساك اختارت الانوازات بلما نطول عليكم الفوتو تتسويت للمقادير وطريقة تحضير بالنسبة للمقادير رح تلقوهم بالتفصيل في صندوق الوصف باللغة العربية والفرنسية فقط حبيت نبهكم لنقطتين بالنسبة لنوازات رح اختياري البنتي دا ما تفرش عندكم لنوازات تقدروا تديروا كوكا وتقدروا تستغنوا تماما عليه او اللوز او اللي حبيته بالنسبة للنقطة الثانية النوتيلا اللي رح نحشي بها الكوكيز انا درتها الساعة من قبل في الكونجيلاتور بملعقة صغيرة بهذا الشكل شكلتها ودرتها الساعة من قبل في الكونجيلاتور باش فقط تسهل علينا عملية الحشو اذا كنتم قلقين تقدروا تستغنوا على هاد الاتب دانك في البيتخان بتاعنا اول حاجة نبدو بها هي السكر مع الزبدة نضربوهم ملاح حتى يقولوكم من بوماد حتى يندمجو ضروري الزبدة تكون بحرارة المطبخ باش تسهل علينا عملية الاندماج ونزيدو البيت بيضة واحدة لغم دواني وهنا الانوازات في الكميات عن الانوازات قسمتها اندو النصف درتو في البات والنصف التاني رح نزوق به لسيخ فاس تاع الكوكيز زدنا لبيبيت دو شوكولة الخاميرة والفارينة تبقى كما قلت الاختياري الانوازات اختياريين تقدرو ترم بلاسيوهم بالكاكاوات كم تقدرو تستغنو عليهم تماما لباتتنا رح نديروها 30 مينوت في الفريقو باش هديك الزبدة تعود تشد دراحة ونشكلو كويرات بهات الشكل الوزن تاع الكويرة 55-50 جرام رح تمدنا 12 نحب هاد الكميات ايدا نحكمو الكويرة نحلوها في يدينا بهات الشكل ونديرو النوتلا اللي كانت في الكنجيلاتور شوفو انا علش نحب نديرها في الكنجيلاتور فقط باش تسهل عليها هاد العملية تاع الحجو اذا كنتم مقلقين وفاتكم الوقت وما درو تهرش لكم لا تخصيب باقرة في هاد المرحلة فقط تديرو ملعقة صغيرة او 3 اربع ملعقة صغيرة نيتلا او اي بات اتختيني تكون عندكم في الدار الكويرة ستعنا رح نتحصوا على 12 واحدة لو هنا قطعت ثلاث مرسويات شوكولات كانت عندي رح نزوق بها فقط لسيخفز على الكوكيز يبقى اختياري باس كنقدرون نحبسوا في هاد المرحلة انا حبيت نزيد نديكوري بهاد الفاصل للا كنتشوفوا بها الفرن التاعي رح سخون على 180 دراجة فرن فرن منتلي مشو علم الفقو من تحت مدة 15 كاقصى حد 17 مينوت انا 15 مينوت كانت كافية كنصيحة اخرى فقط كي تخرجوهم من فور ما تلمسوهم رح تيبردوا تماما كي يبردوا تقدروا تاكلوهم بصحة ورحة هدا هو الشكل النهائي عليكو كيز تاعنا رح نفتح معاكم حبة فقط باش تشوفوا من الداخل كيفاش تجي والله يصدقوني بنينة وغورموند بالنسبة للناس اللي ما يحبوش بزاف الحلا واحد لغوسات ما راهيش لكم لانها رح تجي حلوة مع نوتيلا مع يعني رح تجي بنينة بزاف الاطفال اكيد رح يحبوها دونك في اخر الفيديو نتمنى اللي ما زال ما اشتركش معايا في القناة تضغط على زر الاشتراك باش تتوصلوا بجديد الوصفات وانا نقلكم الى اللقاء في وصفة جديدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته